كشف مصدر مسؤول بنادي بيراميدر تفاصيل عن احتمالات كبيرة بخصوص انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك ولعب رمضان صبحي منذ صيف عام 2020 مع بيراميد قادما من هيدرس فيلتون بعدما رفض الانتقال إلى الأهل عقب عامين من الإعارة وقال المصدر إن رمضان صبحي علاقته ببيراميد في الفترة الأخيرة متوترة ولم يشارك في التدريبات مع الفريق ولم يكن متواجدا في نهائي الكأس ولم يحضر مراسم التتويج بحصول فريقه على أول بطولة وبراميد وضع اختيارين لرمضان من أجل الموافقة على انتقاله للزمالك هما أن الزمالك يعرض مبلغا ماليا كبيرا أو التجديد وخروجه للزمالك على سبيل الإعارة وحاليا الأمر في يد الزمالك وأعلن ترانسفير ماركت الموقع الشهير المختص بأرقام وإحصائيات اللاعبين عن بشرى سرة لجمهور الفارس الأبيض بشأن إمكانية انتقال رمضان صبحي لصفوف الزمالك موضحا أن نسبة انتقاله للقلعة البيضاء تصل إلى 76% وسط توقعات بزيادة النسب خلال الأيام المقبلة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وإلى اللقاء في فيديو جديد ترجمة نانسي قنقر